اشتعلت المنافسة بين مرشحين رئاسة في مصر وتسارعت وتيرة الدعاية قبل أيام من الانتخابات المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بينما يترقب المواطنون مؤشرات عن نتائج تسويت المصريين خارج البلاد والذي انتهى أمس الخميس ويشهد اليوم الجمعة عددا من الحملات الدعائية للمرشحين الرئاسيين الذين يتنفسون على أصوات ما يقرب من 50 مليون ناخب مصري وتضم وسائل الدعاية المستحدثة مسيرات بالسيارات ووسائل مبتكرة من جهتها نظمت جماعة الإخوان المسلمين سلسلة بشرية من المؤيدين طولها 760 كم في شتى أنحاء البلاد دعم لمرشحها محمد مرسي أود رحب بأدبار أطوان رئيس سحير جلية القدس العربي كيف تبعت الحملة الانتخابية لكل المرشحين بغضر على الأسماء؟ يعني الآن من الواضح أنه هناك فرسان للسباق واضح جدا في عمر موسى يمثل مجموعة من الليبراليين وأيضا حتى بعض أنصار الرئيس السابق وهناك عبد المعمى والفتوح متقدم يمثل إسلاميين كما سلفيين وبعض شباب الإخوان المسلمين ومجموعة من الشعب المصري أو شريحة عريضة من الشعب المصري لا أعرف يعني هل محمد مرسي اللي هو مرشح الإخوان المسلمين سيستطيع أن ينافس أن يكون الحصان الثالث؟ لا أعرف حتى الآن لكن مسيرة طويلة 760 كمان حتى لو كانت 760 بس كمان الناس يعني صحيح أنه حزب الإخوان المسلمين حصل على 41% من الأصوات في مجلس الشعب هناك من يقول أكثر من 50% باعتبار أن هناك مجموعة متحالفة مع الإخوان المسلمين لكن أنت لا تعرف عندما يذهب الإنسان إلى صندوق الاقتراع يقرر في اللحظة الأخيرة يعني قد يغير رأيه حتى الآن عبد المعمى والفتوح وخاصة في المناظرة الشهيرة مع أمر موسى يعني ظهر كرجل دولة هادئ متمكن من نفسه عنده رؤية لمصر الجديدة مصر اللي حتكون مفروض منها تستعيد مكانته تستعيد دورها أيضا عمر موسى قدم نفسه كمرشح مستقل عنده علاقات دولية يفهم في العالم الخارجي في البنك الدولي بعدين من الملاحظ يعني أنه المؤسسة العسكرية في مصر وهي المؤسسة الأقوى يعني لا تريدوا مرشحاً إسلامياً يعني هم سيعملوا كل ما في جهدهم بأن لا يفوز مرشح إسلامي لأنه إذا أجأ مرشح إسلامي للرئاسة وعندك برلمان أيضاً إسلامي هذا يعني أنه مصر أصبحت إسلامي هم لا يريدوا ذلك هذه خطتهم فهم أنا في تقديري الآن يضعوا كل ثقة لهم خلف عمر موسى وأنا لا أستغرب أنهم يطلبوا من أحمد شفيق اللي هو الرئيس الوزراء أو آخر رئيس الوزراء في عهد مبارك تنحى لصالح خاصة أنه أحمد شفيق قال أنه هو ينتمي إلى مدرسة مبارك وأنه هو يعني يملك خبرة في إدارة الدولة وفق اللي هي هذه المدرسة المباركة ماذا يملك أستاذ عبد الباري؟ تنطاوي قال أنه سنحرص على نزالة الانتخابات العسكر اليوم ليسوا قوة في مصر يعني ولا يؤثروا على الشارع ماذا يملكوا أنهم يعني يؤثروا لدرجة أنهم يدعموا مرشح على آخر ويضمنوا له الفوز يعني شوف العسكر هم القوة الأساسية في مصر إيش عندهم الأخوة المسلمين؟ عندهم مشارع شريح شوف في العالم الثالث المؤسسة الوحيدة القوية والمتماسكة هي المؤسسة العسكرية يعني شيئنا ما بيننا في باكستان في تركيا في مصر في أي مكان هي المؤسسة العسكرية هي العملية التي تحكم وهي العملية التي تمسك خيوط الحكم من خلف ستار إذا المؤسسة العسكرية إذا ما جاء إذا جاء مرشح لا يناسبها أنا لا أستبعد ولا أستغرب أن تعمل انقلاب وتعلن حالة الطوارئ في البلد إذا لم تأتي فعلا يعني إذا جاء مرشح إسلامي أنا لا أستغرب يعني إن شاء الله أكون مخطئ بس إن شاء الله نطلع مرتين نتذكر هذا الكلام يعني المؤسسة العسكرية حريصة ألا يأتي رئيسا إسلاميا لمصر في الانتخابات يعني كانت تكرر سيناريو 52 الإخوان يطلعوا بره والعسكر يشيلوا الليلة بالضبط يعني عمليا أنه خلوا بتكون الإسلاميين أنتوا بتكون برلمان طيب إسرحوا وإمرحوا في البرلمان رئيس الجمهورية وحتى الآن لحتى الآن مش معروف إيش صلاحيات رئيس الجمهورية لحتى الآن مش معروف بيستطيع إحلل البرلمان ما بيستطيع إحلل البرلمان مثلا قصة الصلاحيات هل هو مسؤول على القوات المسلحة أو مش مسؤول على القوات المسلحة هل هو مثلا مسؤول على الميزانية أو مش مسؤول على الميزانية يعني فيه علامات استفهام كثيرة ما فيش وضوح لم يوضع دستور بعد يحدد الصلاحيات ويفصل بين السلطات لحتى الآن مش عارفين فيه تداخل كبير بين السلطة التشريعية وسلطة التنفيذية قانوني وتخبط بس ماذا لو كان رئيس غير إسلامي مثلا وفي وسط شارع إسلامي عريض وفي وسط برلمان إسلامي وفي وسط دولة الشارع كله الآن يعني الناس تختلف بين مرشح إسلامي وذاك ولكنهم يعني على أغلب الشارع الإسلامي سيعطي إلى مرشح إسلامي يعني نبدأ من الآخر شوف إذا جاء رئيس مدني لا يرضى عنه الشارع سيغلي الشارع وينفجر إذا جاء رئيس إسلامي لا ترضى عنه المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية قد تقدم على انقلاب عسكري إحنا أمام معضلة كبيرة في مصر يعني مطلوب رئيس يكون مقبول من الإسلاميين ومقبول من المجلس العسكري هذه هي المشكلة كيف نجيب رئيس بهذه المواصفات لحتى الآن أنا مش عارف لكن زي ما حكيت إذا العسكر رفض الرئيس القادم انقلاب عسكري إذا الشعب رفض الرئيس القادم من خلال مجلس الشعب والإخوة المسلمين طبعا إحنا دخلنا في أزمة دخلنا في إضرابات ودخلنا في ثورات ودخلنا في مشاكل الله يعلم وين ستودي فأنا حقيقة قلق على مصر أنا قلق لأنه يعني واضح جدا أنه في قوى خارجية تريد أن يأتي رئيسا ترضى عنه أمريكا وإسرائيل هذه المشكلة إذا لم يأتي أمريكا وإسرائيل معنى ذلك أنه حصار اقتصادي على مصر وتجويع مصر بطريقة أو بأخرى مصر مش غزة يعني طبعا مصر مش غزة قل الإسرائيليين مصر مش غزة وهذه هذي اللي حتكون نقطة التحول مصر حتستعيد دورها مصر حتستعيد مكانتها مصر حتغير خريطة الشرق الأوسط ثورة مصر ستغير خريطة الشرق الأوسط شاءوا أم أبو بيعطونا بعض النتائج الأولية للتصويت في الخارج 36% لحمد مرسي أبو الفتوح 25% موسى 14% شفيق 10% 9% هذه موشرة أولية الآن بتم إعلانها على التصويت في الخارج هل هذه يمكن أن يقاس عليها في الداخل أم في معادلة ثانية بلا شك مؤشر المزاج العام يعني ما هو ما هو الخارج هو متصل بالداخل ومرضبط فيه يعني عمليا يعني هذه قد تعطينا صورة مقربة لما يمكن أن يكون عليه التصويت في الانتخابات إذن المتفاجئ أنه محمد مرسي 36% يعني متقدم على عمر موسى وعلى أبو الفتوح يعني هذا يعني بأنه انقلبت الأوراق وأنه كل الاستطلاعات الرأية التي عملتها الأهرام والمصر اليوم كانت غير دقيقة أو غير صحيحة لأن هذا التصويت هذا هو المؤشر الحقيقي هذا يعني أنه فعلا المرشح الإخوان يعني بدأ يتقدم وهذا يعني أنه من المرجح إذا كانت هذه الدقيقة صحيحة من المرجح أنه محمد مرسي سيكون هو الرئيس الجمهوري طب طب يعني مواصفات فيك باختصار شيء مواصفات رئيس الجمهورية بغد نرضى عن شخصه في هذه المرحلة شو بدها مصر يعني بدها مصر شخص يعني أولا يعني أنا أتمنى أن يأتي رئيسا شابا لمصر يعني مصر الثورة فيها كانت ثورة شبابية يعني يجب أن يأتي رئيسا شابا يعني إحنا بدناش عواجيز صراحة يعني يعني عيب والله يعيب إحنا المتوسط عمار رؤساء العرب أكثر فوق الـ 70% متوسط عمار الشباب العرب في حدود 27 من 25 إلى 27% الغالبية الساحقة من الأمة العربية شباب الغالبية الساحقة من الزعماء العرب شيوخ وعندهم ألزايمر طب معقولة يعني إحنا بمصر مصر هذه هي الرافعة هي القيادة يعني أتمنى أن يكون هناك رئيسا شابا وهذا الرئيس يقود البلد يعيد لها كرامتها يعيد لها نزاهتها يعيد لها دورها يعيد لها يعني إبداحها مصر مشلولة بالكامل لا في إبداع لا في يعني تعليم كويس لا في صحة كويس لا في يعني مفيش أدب كويس في مصر